ومن الموطن الصغير نرود الأرض نذري في كل شط قرانا نتحدى الدنيا شعوبا وأمصارا ونبني أن نشأ لبنان ومن إذاعة صوت لبنان حكاية الانتشار اللبناني الانتشار الزحليوي واسع ويمتد من البرازيل إلى كندا، أستراليا، أمريكا وصولا إلى أوروبا وخصوصا فرنسا ومن أجل ربطها الانتشار وحفاظا على الأصول واللغة العربية وخلق مصالح مشتركة بين الزحليوي المقيم والزحليوي المنتشر ولدت عام 2019 جامعة الانتشار الزحليوي وكان سبقى ظهور نوادي زحلي بعدد كبير من البلدين بالخارج ضيفت حكاية الانتشار اليوم رئيسة نادي زحلي فرنسا جوزيان تامر أهلا وسهلا فيك جوزيان في لبنان وببرنامج حكاية الانتشار هالمرة من ستوديو صوت لبنان مرسي كتير جوزيفين لإستضافتك لقلي ومرسي لهالبرنامج اللي عم بيدوع على شغل الانتشار وعم بيقرب بين الانتشار الزحليوي واللبناني عامة أهلا وسهلا فيك المشاهدين والمستمعين فيكم تتابعونا بالصوت والصورة عبر VDL.me الابليكيشن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5 جوزيان تامر بجدد ترحيب فيك سمحت لكم الظروف تزوروا لبنان هيدا الصيف كورونا كان إلى دور كبير بعدت شواء المنتشر عن وطنه والأم أنا اليوم بدي أرجع أنا وياكي لظروف مغادرتك لبنان أي سنة غدرت لي غدرت إلى فرنسا؟ جوزيفين أنا ولا مرة فكرت أن أترك لبنان يعني وقتا كنت خلصت درسي بالجامعة الهندسة بالأميرسيتات سان جوزيف كانوا كرفاتي بدي نروحوا عفرنسا عاميركا أنا كنت باقية في لبنان أنا كنت كتير مبسوطة بحياتي في لبنان وحتى كنت ملاقيها شغل هون ولكن ثابت أنه قدمت على شركة اسمها ميركس ليه شركة انترنسيونال ومؤسسينها هنة لبنانية وقدمت على ميركس لبنان ولكن قدمت فسحوا لي فرصة أنه روح على فرنسا وقتا فتحوا على البيب قدامي قلت أنا لش لا بجرب روح على فرنسا بجرب سنة سنتين ثلاثة ولكن كان أكيد بالنسبة لي أنه بدأ أرجع على لبنان حياتي بدأ تكون هون هيدا كانت بالألفان واربعة رحت مع شركة ميركس وانا بعضنا معهم لليوم بالشغل معهم وليه فرنسا لأنه لأسباب أنه الهيد كورتر طبع الشركة هو بفرنسا حسيت أنه هونيكي رح يكون عندي يعني انفتاح لكل بقية الفروعة طبعا ميركس اللي هي منتشرة بالعالم كله وحكون عندي يعني أبورتونيتي حلوة حتى حتى أتقدم مهنيا هيك كان قراري وأكيد فرنسا هو البلد اللي كلنا نمينا على على التاريخ طبعه ودرسناه بالمدرسة ووينما كان الغطنة الثانية الغطنة الثانية وأنا خريجي تل إميرسيتة سان جوزيف وقبل كنت سنكار سر دي سنكار اللي هنا تنينت ونمؤسسين بالبرجز بالبرجز فيت عمينا مؤسسين ون يعني الحضارة الفرنسوية بتشبهنا بس يعني سنة وراء سنة بقيت حوالي لعشرين سنة رح يصير إلك بفرنسا سنة وراء سنة بقيت عشرين سنة بالرغم من أنه أنا حتى وقتها تلاقيت في جوزة أنا تلاقيت فيه بيشركة ميريكس وهو لبناني يعيش بفرنسا الشغلة من الأسوس بيننا هي كانت أنه إذا هو حبي بيرجع لبنان لأن أنا كنت مقررة أرجع على لبنان ما بدأ بقى بفرنسا وليكن الظروف اللي صارت هون وكل الحالة كل فترة وفترة يصير يعني هال من رفيق الحريري للانفجار الكاترؤود كل هالشي تيربردنا خاصة على الصعيد الأمن أنا بعرف أنا بقدر عيش بلبنان في عالم كتير بيقولوا أنه أوكي لبنان ما عنده كتير مكومات موجودة بفرنسا أنا هالإشها مبلقيها بقدر عيش بقدر أتأقلم معها ولكن الأمان هو شي كتير مهم لأيلي ويمكن شي بيجي من قصتي لأنه بيه هو شهيد بلبنان دوق بعرف أنه الأمن بلبنان قصة كبيرة هل فيك عالم بقولوا بالعكس لبنان آمن وقتها بنحكي مع البقية إيه لبنان آمن أكيد بقتها بيجي سرق عزحلي ما بقدر يفوت على بيت المقوم وكل جيران بيلقطوا قبل ما يكون هرب بس وقتها بشير الأمن الشخصي يعني كحياة الإنسان حياة الإنسان مهددة انفجار أربع قاب هو يعني كمان دليل على ذلك هون بشير ما فينا نلعب خاصة ده يكون عندنا أولاد انفجار أربع قاب دفع الكتار يغادروا لبنان كرمي الاستقرار وأمان أولادهم يعني تأقلمت بسرعة؟ يمكن لأنه كنت دايما بفكرة أنه بديك ترجعي هيدا الشي خليك تتأقلمي يعني أنا ديجا كان عندي يعني أفانتاج برابر لغيري أنه أنا رايحة على شركة مؤسسين لبناني وفي معي كتير لبناني وقتها رحت على ميريكس كان جاي معي كتير أصحابي من جامعة الهندسة رحنا كلنا مع بعضنا لأنه هني بيعملوا ركوتمان لهم هندسين من من الانفرسيتي سان جوزيف بقى رحنا كلنا مع بعضنا هالشي أكيد هيني علي التأقلم بس وقتها أنا بلاقي أنه التأقلم هو أكتر وتواحد بسيري فهم أكتر الكولتور طبع العالم كيف عوايد هالعالم كيف يعيش والستيل دوفي طبعهم هالشي لأخذ وقت بالرغب من أنه نحن يعني لبنان هو ابن فرنسا يعني نحن نعرف كير إشي عن فرنسا قبل ما نروح عليها ولكن هالشي أخذنا وقت لحتى نتأقلم معه مثل كل إنسان يعني نحن عنا الربار طبعنا بلبنان للكولتور طبعنا بس حتى ناخد ربار جديد في طريق لحتى الواحد يتعود عليه وحتى ينقع شو بده ياخد من البلد الواسل عليه وشو بده يترك من الاشياء اللي هو بيحبه من بلده يعني من الكولتور طبعه شو خسرتي وشو ربحت بتعتبر حالك خسرت خسرت أكيد خسرت الالفة خسرت الالفة الموجودة بلبنان يعني خاصة بزحلة أنا كتير عشت بزحلة الفة بين العالم المحبة المساعدة يعني عتيكي مثل كتير بسيط أنا اليوم ورجعت على لبنان وما عندي كهرباء كل وقت مثل كل تجاري شايف عندي شغل وما عندي كهرباء عطاني شريط كهرباء من عنده هيدا ما بتصير بفرنسا هيدا من واحد أيام هيدا من واحد أيام اليوم يعني بسألك هالالفة الموجودة بلبنان ما من لقي يعني يمكن فكرت أنه رغم هالظروف الصعبة اللي عم بيعيشها اللبناني بعده متمسك بهيدا الشي مغيرت شي بكرم اللبناني مغيرت شي بكرم اللبناني يعني وبعضه ريزيستان بهالشغلة أنه بترك عنده هالمحبة الشخص التاني والخدمة وشغلة تانية خسرته كتير وقت رحت عالبنان هي أنه ما شوف أولاد إخواتي وإخواتي بمناسبات مهمة يعني أكيد نحن تكون بعاد عن الأهل عن الأهلنا يكبروا ونحن مش حد هيدا شي كتير كبير خسرته ولكن أكيد ربحت غير إش وقت رحت عالفرنسا على صعيد المهنة على صعيد الانفتاح لأنه كل خبرة خاصة للبناني وقتها بيترك لبنان بروح على كولتور تاني قدين نحن نقول نحن ملتي كولتورال بلبنان عنا كتير خوف من الكولتور التاني يعني دايما كل شي بزاع الخوف وقتها بروح شخص من لبنان على بلد تاني بيضطر ينفتح على كولتور تاني بيضطر يتقبل كولتور تاني ويلاقي فيها ريشاس يعني بها الديفرانس بيلاقي ريشاس وبيلاقي كمبرومي إنو أنا هيدا الاشي اللي بحبها هوني كل اشي ما بحبها وبتتطور شخصيته مع هاشي وبتعلم اللبناني الانفتاح الحقيقي مش مش التعايش السطحي التعايش الحقيقي الواحد بيتأقلم بسوسيتي جديدة وبحتاج هيدا خبرة كثير حلوة لكل لبناني وقتها بيروح بيعيش ويتعلم قدي الانفتاح للآخر هو شي مهم بعده عن الوطن الامهول بيخليها القدي ينفتاح عن أهله برأيك لأن في ناس بيقولولي الوحدة التي عيشوها بالخارج هي التي تجدتهم يتميز أكتر هلأ هي أكيد الوحدة تصبح أقل أموسيوني لأنه عنده شغله مركز أكتر على شغله ومعنده كل المحيط حوالي يعطي الأموسيون يصبح أكتر مركز على شغله ويحب يتميز اللبناني هو بالنطور ويحب يتميز يعني نحنا لدينا الكولتور للإكسلنس عندنا أنه ما نعرف ربينا أنه ما نعرف شو سيكون في بكرة نكون مسلحين بكل الطرق لحتى نواجه البكرة ومنذلك نتعامل مع أولادنا يعني نرى مع أولادنا بدنا يدرسوا دائما يكونوا علاماتهم منيحة ونحنا يعني بضل لبنان حاطة برسيون حاله أنه يوصل للإكسلنس لأنه كان كل شيء مأمن من خلال شغله وطعب وهو يسع لأله بقى هالشيء ناخده معنا لبرا ويسمح لنا نتفوق لأنه يهمنا الإكسلنس بينما لا أتحدث عن الفرنسوية لكن الفرنسوي أكتر مرتاح يريد يعيش يعيش بطريقة يستفيد من كل موقع اللبناني ينجح كتير مهم الأولويته هي أنه ينجح ومستوى العلمي يمكان يلي عم بيظهر منه من لبنان هو اللي عم بيساعده أكتر يعني مثل الزاكرتة حضرتك خريجة جامعة الكوديس يوسف أدي ساعدك هيدا الشيء بمركز عمليك أنا هشي كتير ساعد بمركز عمليك ولحظت أنه الفورماسون اللي بنعملها بلبنان من مثلا اللي بيقولوا السيتم اللبناني بيحش التلميذ لحقيقة السيتم اللبناني بيعلم التلميذ أنه يقدر يكون تحت الضغط يقدر يتخطى المصاعب بيعرف يحلل يعني هالشي كله كان عادو كتير فوائد ولكن أنا حبيت لأنه كمان هيدا شقف من التأقلم حبيت كف دراستي وعملت بجمع التأشقسي بفرنسا وهالشي كمان سامح لأتأقلم أكتر لأنه فتح لي على ريزو جديد ونساعدني لنادي زحلي فرنسا جزيان تامر شو تنقلي لأولادك اليوم يلي خلقوا بفرنسا ما عيشوا الحياة بلبنان ما عيشوا قراب من أهليك وقريبون كيف تذرعي لهم حب الوطن حأتيك أنا متال وهي شغلي كتير حلو عم نعمل بنادي زحلي فرنسا يمكن من أهم أفض هاي أهم شغلي عم نعملها واتعملها مرشيدة نويل بولاني بيانكور اشترينا كثير اشياء من زحلي وحتى هنا هون بالمرشيدة بولاني اللي حتى نبيعهم مثلا بنتي اجيت هي استلامت مع شخص من أشخاص من نازل زحلي فرنسا وكانت هي بالبرد عم تعمل معهم عم تبيع المنقوشي عالصاج وما كانت تتركني دقيقة مبسطت كتير حسيت وليل انا عم شار بني وقالت لها ماريا نحن قدرنا نساعد مئة عائلة بتوزيع المزود قاتلي واو مبسطت بالراجلتا دونك هيدا شغلي عمرت 13 سنة عمرت 13 سنة وحتى عملت اشياء تانية بالمدرسة تبعة بالمدرسة متضام دي زوازو اطلقت هي مبيدرة تجميع فونيتور سكولير لمدرسة بزحلة لمدرسة الشرقية بزحلة ومجمعنا تقريبا اربع شنة فونيتور سكولير بعتنا على مدرسة بزحلة يعني هيدا كانت مبيدرة منا ولحتى ماسمي بس بنتي كمان بحب بسمي كمان اللي هي كمان بنت من عمر بنتي بمدرسة تانية اسمها دي بانو كمان من زحلة كمان من زحلة وقتا شافت شو عم بيشير بلبنان رجلت قتلى لأما انا حب اعمل شي دا لبنان وعملت كمان بمدرسة دي بانو وهلأ بدنا نوزعون بزحلة قريبا يعني ان شاء الله جمعة تجري يعني هتقول انه اليوم نحنا عم نعطي للولاد منبر اللي هو نادي زحلة فرنسو من خلال نشاطاتنا لحتى يحسوا حالو ان هن بحياة معنيين وقادرين هن قادرين يساعدوا قادرين من بره انو يساعدوا بيحكوا عربي بيحكوا عربي انا سجلتوا من مدرسة لبنانية من قوة من هن وصغار سجلتوا مدرسة لبنانية هلا اكيد عندهم صعوبة انو يحكوا بطريقة هيك طليقة يعني بلبنان وخاصة انو بلبنان اللي عنا بيحكوهم بالفرنسي انو بسعبة هي ساعدة علينا بس اللي عملناه كمان انو عملنا مبادرة اسمها رحلة على زحلة اللي هي مخصصة للولاد طلبنا من ولادنا انو يحضروا هالكور اللي هو كور انليني وقلنا نو كل وخب بيحقلوا يعزوا مين ما بدوا من زحلة ولاد تانين انو كنا مجتمعين ولاد من فرنسا زحالنا ولبنانية عامة وولاد من لبنان وخلانوهم على هالكور وقعدنا فسرنا لهم اشياء عن لبنان ونحكي ونعلمون تعبير الزحلوية وينيو وخود الاشياء صارو بالاخر يعني تعلموا كتير اشياء وتعلموا كمان عن ترس لبنان حكينا عن البيت التراب حكينا عن الكرمة عن العنب عن كل هالاشياء وعرفنا هون اكتر على زحلة واختصاص ذكرت المدرسة اللبنانية هون مين بدير هالمدرسة مين يعلم فيها لغة عربية بس نحنا في شغلتين انا اول ما بلشت اشتغلت مع معلمة بفرنسا هي بتعلم عربي وجمعنا بعضنا نحنا عيال لبنانية يعني صرنا تقريبا كنا شي تقريبا شي 15 عائلة واجتماعنا بالكنيسة اللي حد عطونا الكنيسة لحد بيتنا عطونا محل لكال كل نهار سبب تاخذون 4 ساعات تعملون كرات ومش كرات عربية مثلا تعملون تعلمون على التابولة كيف نعمل التابولة شو الانجرديان طب لأنا بحب هالشي لانه في يعيش مع الگروب الواحد اكسperience حلو يشوف حدا غيره عم يحكي بتحمس هو يحكي عمله مسرحية لفيروز عمله اشي هايك دونك هيدا كن على نطاق شخص واحد ولكن اليوم فتحت مدرسة بلبنان بفرنسا مدرسة سانسوفر اللي هي بالإجليس سانسوفر مدرسة الكنيسة المرونية يعني بإسيلاوينو فتحتها وفيها صفوف مش بس عربي بتعمل كل البروغرام للتلميذ في فوت فيها وكافة فيها وفيها شقفة عرب عم تلاحظوا هلأ في طلاب لبناني عم بيغادروا بعض على فرنسا بشكل كتير كبير وعم بيقدروا يدبروا حالهم كتير حلو سؤال رزيفين لأنه حقلك شغلة مش لحتى العالم تترك لحتى العالم تبقى بلبنان كل الطلاب لبناني عم يتركوا ويروحوا على المدارس تاني شي عم يكون بين الأوائل وانا وصلي من قبل كذا مدرسة عم نحكي بعدنا مدارس مدارس لا مدارس عم نحكي كمدارس كل يعني يعني كنا امبريسيوني بنفول التلميذ من لبنان لحتى أرجع أقول أنه نفول الإدوكاسيون في لبنان لا يعلى لا يعلى خاصة باللغة وكل شي خاصة باللغة هذا شي كتير مهم أنه نعرف أنه في لبنان لعننا هالشانس الكبيرة أنه كان لها المدارس بالنسبة لجامعات في كمان كتير تلميذ عم بيروحوا على فرنسا ونحنا كنادي زحلي فرنسا كمان قررنا أنه نخصص مبادرة حولها شي هو حتى نساند التلميذ الزحالي اللي عم بيروحوا ويكونوا بفرنسا لأنه مثل ما بتعرف اليوم في صعوب كتير واحد اللي بعطلون ايرو وفراش يورو لهونيكي ونحنا اليوم عنا خمسة تلميذ نبعطلون مبلغ شهري لحتى نساندهم بدراستهم لحتى رويدين هونيك بس نعم في كتير تلميذ عم بيروحوا لهونيكي حكينا عن نشاط نادي زحلي قبل ما نعرف أنا وياكي بنادي زحلي نادي زحلي فرنسا الساستي شو بتخبرين عنه كيف كانت فكرة تأسيسه هو يمكن من بعد عدد من النوادي خلقوا بالانتشار ببلدين اخرى مية بالمية نحنا أنا مرة كنت بي متل ما قلت بأول حلقة رفين كيف عنا مؤتمر الانتشار العالمي للزحلي بزحلي هذا كان بألفين وتساطعش وجمعونا وقالنا دعونا عليك كمغتربة زحلي من فرنسا وقتا كنت هوني كي شفت انه في كتير نوادي بكل انحاء العالم بس ما في نادي بفرنسا سألتوا لماذا لا يوجد نادي بفرنسا قالوا ان فرنسا كتير قريبة ما بد نادي هنا انا قلت لا بالعكس لان فرنسا قريبة وخاصة ان كان بلشت الكريز الإيكونوميك هنا لأ بالعكس لان نحنا نستطيع نساعد أكتر دعونا بعد المؤتمر الانتشار رجعت على فرنسا واتصلت بعدد من الزحال بفرنسا واللي أنا بتشكر لأنه هنا كمان عملوا موبيلزازيون لأصدقائهم وعملنا أول اجتماع كنا تقريبا اربعين شخص وكلهم محمسين لحتى نأسس نادي زحلي فرنسا وهيك أسسنا نادي زحلي فرنسا وموقفنا بلشنا نشوف نشاط كون على الشاشة صور لنشاط نادي زحلي فرنسا هون بعيد الميلاد شو كان نشاط كون شو كنتوا بتحضروا هون كنا عم نحضر هون متل ما بتشوف هون شو أخذنا كلو دي برودي لبناني باعنا هون بالمرشي دو بولاني بيانكور هيدا مرشي دو نويل وجربنا عرفنا الفرنساوية على اشي هني ما بيعرفو مثلا بوصوم سحلب مشربة في لبنان بوصوم مشربة تكون برد عملنا سحلب وخبرناهم السطن هني عندهم الفانشو انتو خطو لهم السحلب من زحلي صحيح كان حدنا ونحنا عنا السحلب وخبرناهم كيف نحنا بالجبال ونشرب السحلب وحطينهم مع الكعك كتير مبسطو انو يكتشفو شوي عن الكولتور طبعنا هيدا يعني مطل من النشاطات اللي عم بتقوموا فيها نعم كمان ذكرت انو كنتو عم بتقامنولون لشتي الميزوت دوية نحنا اشتغلنا مع كتير وانا هون بتشكر كل اعضاء نادي زحلي فرنسا لانو لو مالو ما كنا قدرنا نعمل هالشي اشتغلنا مع بلدية فرساي من خلال نيكول حجار اللي انا بتشكر كتير هي عضو من بلدية فرساي وزحلوية ولي ساعدتنا حتى نشتغل معون اشتغلنا مع بلدية سيران وهون بتشكر فرانسواز الهاشم اللي هي كمان ساعدتنا حتى نشتغل مع بلدية سيران اشتغلنا مع بلدية فنف هلأ بعثنا الف وخمسمائة كيلو ادوية على البنان من خلال بلدية وهم بتشكر ريتا كابرو اللي هي حطتنا ان كونتاكت مع بلدية اشتغلنا مع بلدية وهون كمان كان عنا رانا قادري وفارس شربي اللي حطونا مع بلدية وبعثنا الادوية على كل شغلة فيه خبرك قصة على كيف الزحال بفرنسا كلهم عم يتحركوا مثل زلائق بس قررت هلا اكيد بس قررت تعمل نادي زحلي فرنسا وحوالت تعرف ادي العدد شو طلع معك تقريبا ادي عدد الزحال الموجودين بفرنسا نحنا ما قدرنا نعمل احصاء وحتى على جاربنا عم جارب نعرف ادي عدد الزحال بالعالم ما عم نقدر نعرف للحقيقة ولكن اللي عملنا هو انه بلشنا نخلق الشيء بين بعضنا بلشنا نعمل نشاطات وبلشنا نخلق السقه هي وهي اهم الشيء مش نيك منشوف كل العالم لانو حطوا سقات فينا بلشنا نخلق السقه الشففية ومن خلال هالشيء صار كل واحد يزيد حدا كل واحد يزيد حدا وصرنا هلا جروب كتير كبير صنع اكتر 220 عائلة بنادي زحلي فرنسا يعني انا بقليك اذا بدي احكي عن حالة والهلأ الدليل انا على قلي اكيد لانو انا برجع بلاقي شقف من زحلي بفرنسا من خلال نادي زحلي فرنسا وكمان هلأ الدليل هو الاجتماع اللي عملناه جمعة الماضي بقوتل قادري اللي جمع كل الزحال اللي كانوا فرصة بزحلي واني جاي من كل انحق فرنسا كلهم اجوا حتى يتعرفوا على بعضهم يعني كلنا عم نلاقي بهال مثل ما شفنا بالصور كان العدد كبير يعني تبعتكن على وسائل التواصل الاجتماعي كان عددكن كتير كبير مجتمعين سهرة مع بعضكن اجتمعتوا شو بيكون شعوركن يعني انتو يلي بفرنسا جيتوا على الوطن الام اليوم يعني بتخلوا الامر يسائب مع بعضو انو تجوا كلكم مع بعضكم بهيدا التاريخ كيف بتصير تعرفي بتعرفي انو نحنا حطينا الدات انو ما نجتمع بهيدا الدات واللي قدر اجا واجوا كلهم من كل الميلات نحكي مع بعضنا على الواتس اوب كذا ما بنعرف بعضنا تعرفنا على بعضنا كلنا يعني اللي نجتمع بزحلة تحت هوا زحلة بقتل قادرة هالشي اول علاقة من بعضنا وخاصة انو قعدنا حكينا مع بعضنا تعرفنا على بعضنا اكتر واكتر يمكن اول مرة بيصير لانو 2019 عم نحكي وكورونا ويمكن هيدا اول مرة بتصير اول مرة اول مرة وهكي قدرنا نعرف العالم بمارسايا اللي اشتغلنا معه ونساعد مونا الليماج اميان بوفي كل كل من كل مالات قدرنا نشوف بعضنا ونجتمع مع بعضنا هاشي كان كتير مهم لقاء تاني كان غير لقاء زحلوية موجودين بفرنسا هو يلي موجودين بالانتشار ككل هو المؤتمر الانتشار الثالث لزحالي نعم شو بتخبرينا مين نظمو كيف كانت ظروف لقاءاتكم هي هو مؤتمر الانتشار هو منظم من جمعية زهة زهة زحلة هومتاون أسوسياشن اللي هي بتقول باكتو زحلة باكتو أهلة وهي هدفها انه تجمع بيناتنا نحنا كانتشار وخاصة هي انه تخلق للولاد روابط مع زحلة يعني اليوم خلقنا بلبنان ومعلاقين بلبنان ورحنا على فرنسا بنترك روابط مع لبنان بس الولد اللي خلق بفرنسا كيف بديترك روابط مع لبنان دون كنا هنا عندهم فكرة اللي هو شي بيجمع الولاد مع بعضهم لحتى يتعرفوا مع بعضهم لكل جايين من الاختراب مع ولاد زحاني هون عم نشوف صور لقاء أهلة زحلية اللي بفرنسا بأوتيل البلدية اللي هو أسس كمان جامعية زهب جامعية زهب 2019 2019 واللي هلأ رجع عامل مؤتمر الثالث اللي عملناه ونظم كمان مؤتمر الثاني بس المؤتمر الثاني كان على زوم لأنه كان في الكورونا أبرز الأفكار اللي بتدولوها شو بيكون حول شو بيكون المؤتمر المؤتمر اللي عملناه هو حول أول شي نحن نشارك نشاطاتنا كلنا مع بعضنا ونخلق روابط بيناتنا وبين مع بقية النوادي أنا بس بحب أحكي عن مشروع عملناه كل النوادي مع بعضنا وهو مشروع بيروت بقلب زحلة مشروع بيروت بقلب زحلة تبنيناه في طريق بيروت ورجعنا رممنا فيها كل الشقع وهذا الشي من خلال التعاون اللي عملناه كل النوادي مع بعضنا دون هاي بتخلق لنا روابط مع بعضنا بس كمان منشوف نشاطات زحلة منشوف الصناعة بزحلة كيفية منشوف شوف في يعني حتى نساند شركات بزحلة منتعرف على الصناعة الزحلوية منتعرف على دمان منبيض منتعرف على على شركات على مصانع منتعرف كمان على شو فيها زحلة إشية تراثية شفت في ورشات عمل حول الأبنية التراثية شفت فيها يعني البلدية زحلة وزها عطونا نحن كمان مغتربين صورة عملوا إحصاء على كل البيوت القديمة بزحلة والتي تطلب أنه يشتري لحتى يعملها ماتناص ويأهلها حتى نحافظ على تراثنا وهذا الشيء يشاركوه معنا لحتى إذا مهتم أنه يشتري بيت ويرجع يعمل سيانة ويرجع يعيش التراث الزحلوي من خلال هالبيوت يشاركو ويحطو معنا ويصير في عرض كمان للمنتوجات الزحلوية إذا تكون تاخدوها تسوق نعم هو بيصير في كمان صار في مثل مرشا لمنتوجات لبنانية من كافة المدن اللبنانية لحتى نحنا نتعرف عليها ونشوف إذا فينا نسوق مثلا بمرشاد نوال نحنا رح يكون عنا كمان مرشا جديد بنوال أكيد هذه السنة أكيد رح نتعرف نتعرف على هال بروديو ورح ناخد منهم على فرنسا ونسوق وهيكي نرجع ونخبر البروديوكتور اللبناني شو كان الفيدباك طبع الفرنسا يعني بتكون المنتوجات اللبنانية بالمستوى المطلوب عالميا أنه تدخل على أوروبا هي هيدا الصعوبة اللعن يوجهها اليوم البروديوكتور اللبناني لأنه اليوم حتى تطلع لبرة بدي يكون عارف في يعني في دفتر شروط وهون نحنا عم نجرب نشتغل مع بعض المؤسسات المتخصص بهذا الموضوع لحتى نساند بعض البروديوكتور لحتى يطلع البروديو تبعهم لبرة أنا اليوم مش بس على دفتر الشروط هي أكيد شائفة جديرة الأساس بش في شائفة تانية مرات ما عام اللقية هي إنه ما بيكون في عنده بيجذب المشتري بفرنسا لأنه بفرنسا بيكون البروديو حلو حتى يشتري مش بس يكون طيب يعني بدو يشوف حلو حتى يجذب لأنه ما بيعرف مين عاملو أغريكولتر لبنان وكذا ما مرح يعني لشي بيكون البروديو حلو دون بد في مساعدة على النطائين على نطاق لطر الشروط حتى يطلع البروديو لبرة بس كمان على كيف بنعمل حتى يكون يجذب بفرنسا حسب معرفة أنه نبيض بزحلة صار مسوّق تقريبا كتير بكل أوروبا حتى وصل الأميركا شروطه موفرة ويمكن الباكتجينج تبعه لأنه عملت جولة على الواينري بزحلة وكتير خبرونا أنه عم بيصدروا يعني في إحدى الواينري خمسين ألف أنينة بيصدروا للخارج دعم أنا عملت كمان جولة صغيرة عليهم وبالفعل المبيض هي أكتر صناعة بزحلة بتصدر للخارج ولكن كمان عم يرجعوا بس اليوم صار الويسكي كتير غالب لبنان صار الجين غالب لبنان اخترعوا جين اخترعوا ويسكي هلأ عم يخترعوا بروديوش جديد لحتى يتأقلموا محالة البلد لحتى يبيعوا كمان بلبنان ما يضطروا يستوردوا يعني هلأ عم بيحل محال البروديوش كنا نستوردوا نقبل عم بيحل الويسكي اللوكال أنا عرف كمان عم بيصنعو بالبقاع بيزحلي لا يكون يعني داخليا يسوا لكار أورانجالين كمان كذا كتير عم يخلق الشجيد ولكن وتم نحكي معون في كتير منهم عم بيعانوا اليوم لأنه من ورا الكهرباء المعامل من ضويلها متغفية وكذا يعني فيه فيه اليوم ضغط كتير كبير عهل عهل صناها بس نتمنى لهم كل يعني الأمل والقوة لحتى يقدروا يضاينوا لأنه هيدا صناعة كتير مهمة هي صمود بالمرحلة الحالية يمكن نقدر نتخطى هيدا الشي ونقلع عنه جديد لحظت أيضا بخلال المؤتمر حسب ما اطلعت الاهتمام بالدروب السياحية حتى جولات للمنتشرين الزحلاويين يلي اجوا من الخارج بهيد الضروب ما هو الغاية هل هي غاية يتعرف الزحلاوي أكتر على منطقته لا يجلب معه سواح بالمستقبل اليوم أكيد هي حتى يتعرف الزحلاوي أكتر على منطقته بس كمان لحتى يجلب السواح اليوم منطقة زحلا مكتشفة من قبل بقية السواح هناك فكرة أنه أكتر يجي سواح على زحلا من بيروت من كل المدن من الجبال لأنه لأنه سياحة داخلية بالأول وسياحة خارجية بعدين تفكرون 100% سياحة داخلية بالأول وأكيد بعدين سياحة خارجية سمعت من أصدقاء لأليك مثلا فرنسوية يحبوا يجو يزوروا لبنان اجوا معك الشي مرة أو هلأ بتكون تبالشوا هيدا اجوا معي اجوا معي وبوضع كان الوضع على لبنان كتير صعب ويجرح لهم نتحية لأنه كانوا حبين يجوا على لبنان وأخذتهم فجأتهم الطبيعة في لبنان فجأتهم زحلة طلعتهم على شخص العذرة أخذتهم على البردونة دقوا الأكل في البردونة كانوا رجعوا مريفية في لبنان أكيد طلعوا يقولوا ما في انفرستكتور لترقاط هكذا نصدموا ببعض الأشياء ولكن من ناحية كانوا مزهولين في جمال لبنان ويرجعوا مرة تانية هلأ بعضهم وقت برجع على لبنان بوصونا على أشياء أخذهم إياها مثل الدسار اللبناني من عند الدوائيهي دوقتهم كل الدسار على أشطى هو اللي بيعمل باكاجين كامل نحن نقدر ناخدهم معنا لبرا لذلك شيء كثير من نحن نقدر ناخدهم معنا لأنه بديك تقليلي سمسمية وهول بيعون على البردونة لا مش السمسمية مع أنه سمسمية كثير طيبة بس بس هن بس فضلوا أكتر الأشياء على بستاش لأنه في فرنسا بحبوا البيستاش كمين أكتر نادي زحلة فرنسا كيف بيتعون مع بقية الأندية زحلة بكل الانتشار شو عندكم غير في كندا في عنا في عنا بكندا في عنا في نيويورك في عنا بوستون في عنا باستراليا وهلأ كان معنا بالانتشار عالم من بريزيل يعني كرمالو عميكبر عميكبر والنوادي عميزيد عدد النوادي نحنا نتعاون مع بعضنا على كتير اشياء مثلا في قط مثل الكتاب الكتاب زحلة ليبان أكار كل رايعو راح لنادي زحلة فرنسا نادي زحلة بكندا ساعدنا لحتى نبيع لتسويق الكتاب هنا يعني نتساعد وين فينا نتساعد نحكم بعضنا وأكيد من نسق مرات مع بعضنا لحتى المساعدات ماروحوا لنفس العالم وهي شغلة كتير حلوة معمولة بزحلة وأنا يعني بهاني جمعيات زحلة اللي اجتمعوا مع بعضهم لحتى ينسقوا مع بعضهم كيف يوزعوا المساعدات وهالشي كمان نحن بساعدنا مبرر لحتى نتأكد أنه نعطي المساعدة للشخص المصبوط جزيان تامر كانت لفت أنه يكون في نادي على اسم المنطقة يمكن أنت أول منطقة بلبنان أو مدينة أو بلدة تعمل نادي على اسم منطقتها في شي غير نادي مثلا بفرنسا على اسم بلدة لبنانية أفدا بس في نادي زحلة زحلة صراحة ما في أشرح شو سحرة في أشياء الأشياء الكثير حلوة لا يمكن أن يشرحها في سحر بكيف الزحلة ومعلق بزحلة قدي زحالة معلقين ببعضهم في محبة في معرفة يمكن كمان لأنه مدينة صغيرة كل عالم تعرف بعضها لأنه يعيش قسم كبير فيها صيف شتي يعني فيها كل الخدمات والمقومات أنه يقدروا يعيشوا فيها نعم ونحنا مثلا بنادي زحلة فرنسا إذا ننجر نتطلع بالعالم الذي نتنادي زحلة فرنسا في عنا من كل المهن كأنه أخذنا معنى زحلة على فرنسا وتحس أنه نفس التصرف الذي يصير بنادي زحلة فرنسا كان لدينا أدوية ببوفي بدنا نعمل لهم بدنا بعطونا على بريز معنا مهلة عشر تيام وقال لهم يعطوهم لغير جمعية بس قلت لهم بحاجة لمساعدة لأنقل الأدوية من بوفي على بريز بالعشر تيام كان وصل للي خمس أشخاص مستعدين يحملوا سياراتهم والكاميونيت وكل يتلعوا على بوفي جبون وبالفعل تلعوا على بوفي وجبون على بريز في نخوة زحلوية في شي بيجمع زحل مع بعضون لأنه حتى العالم يقدروا يجتمعوا بد يكون في شي بيجمعون يعني والبيجمعنا هو مدينتنا مدينتنا اللي عدين في أهلنا كنت مفكرة أنه رح ترجع بسرعة على لبنان أخذت لحد هلأ بحدود العشرين سنة أين بتتوقعي بعد تبقي بالغربة بالانتشار أنا أكيدة أنه أنا بالرطاة طبعا أكيد رحكم بلبنان هذا شيء أكيد منه بس الحياة تعلمتني شغلة أنه ما كتير أعمل بلان بعض لأنه اليوم مشمع مشوف الحياة كتير فيها انسرتتود في كتير تشعوبات أنا أشوف أكتر حيث على سنتين جايين على سنتين جايين سيكون بعضنا بفرنسا إن شاء الله نقدر نرجع على لبنان بعدها بس على سنتين جايين أكيد سيكون بعضنا بفرنسا من بعدها كل البسيبوليتين مفتوحين وبعد تأسيسك نادي زحلي فرنسا اليوم شو بتفكري شو البروشيت التاني اللي بتحبت حقيقي نحن نادي زحلي فرنسا تطرينا نشتغل كثير على الخيرية يعني نساعد بالمزود بالأكل بالأدوية كذا هلأ حبين نروح على مرحلة تانية هي نساعد العالم هنا ينجو منهم لا يكون بدهم مساعدة مدية أو حتى يعني نساعدهم نكونوا هنا يقدروا يكونوا مسؤولين عن حالهم تجزير بالأرض نوع نحن أهلنا وأصحابنا أهل زحلي يبقوا بزحلي وهذا شيء كثير صعب كثير صعب بظل الأمر الحالي لا يمكن أن نساعدهم تسويق على فرنسا ونساعدهم إذا لدينا مشروع في فرنسا نلزم لطاقات لبنانية وهذا الطرق التي ننشأ عليها من ناحية نادي زحلي فرنسا وأكيد سنكفي بالأعمال الخيرية من ناحية الثانية أكيد أحب أن نوسع نطاق نادي زحلي فرنسا حتى نخلق على صعيد أوروبا كلها يعني في زحالنا في سويسرا بألمانيا ببلجيكا بالنورواج وإنما كان بدنا نجرب نجتمع على صعيد أوروبا هذا هدفي نصل لأهل نصل لأهل الثاني نفو جوزيان تامر رئيسة نادي زحلي فرنسا بأي كلمات اليوم موجودة بلبنان بتتوجه لأهلك بالوطن الأم بقل لون إنه لما هن موجودين هون لبنان ما كان لألنا شو هو يعني وجود هون هو أهم شي بنسبة لألنا مشين هيك بعرف إنه صعب الزرف اليوم صعب كتير بلبنان وواحد نضال الواحد إنه يبقى بلبنان اليوم ولكن نحن حد نحن منجرب قد ما فينا نساعد وحتى لو مساعدتنا صغيرة ومتواضعة صغيرة ومتواضعة بس بدنا إنه نضايم بلبنان لحتى يبقى البلد اللي نحن منحبه وحتى أولادنا يقدر يرعو عليه وفي يقول إنه كل جمال العالم ما فيه يكون محل دفق نظرة الأم لولدها قد ما كان عمره بقى حرارة العيلة ما فيه شي بحي المحلة ونحن قد ما كان نحن نرجع لبنان دايما دايما ونضل نحن ولمنتشرين يعني اليوم نحن دورنا كبير دورنا كتير كبير ويعني جراس على هالبرنامج عم تحط ضوء شوي على شغل للمنتشرين وهالشي كتير كتير مهم بتقدر اليوم المنتشر حتى لو حياته مش صعبة لأنه عارف أنه أهله عم تعذبوا بلبنان بس عدوا دور مهم يلعبوا لحتى يخلي يهد الوضع وزيادة عن أنه يهد الوضع لحتى نسمح أنه لبنان يروح على المرحلة الثانية ونطلع من هالشي الصعبة العيشين فيها لأنه يمكن حتى نقدر نتخطى الوضع في لبنان بدنا نعم الموبيزيزيون انترنسونال اليوم البلد أمال كالوبي انتشاري تقدروا تضغطوا للتغيير في لبنان اليوم بدنا بدنا أنا أنا شخصيا عندي أمال كبير أنه نعم ولكن في عنا هذا مهم هو أنه كالبنانية نقدر نشتغل كليكتيف مع بعضنا يختفي مصلحة الانديفيديو لصالح البلد هذا الشيء الوحيد هذا الشيء الوحيد لأنه لأنه إذا ما فكرنا بصالح البلد رح نكون كلنا مصلحنا الشخصية رايحة لأنه ما رح أقدر نرجع عليه أنا عندي أمل كبير أنه نقدر نجتمع مع بعضنا نقدر نساعد نقدر نعمل لبنان لا حتى ينهض لبنان وينهض زحلة ويمكن زحلة هي مثل لمدينة جمعت الانتشار لتسندها لأنه يفتكر أنه كل إنسان أهيان عليه يساعد محل ما بيعرف يساعد مدينته إذا كل واحد منا نجتمع مع بعضنا مثل مجتمعنا بنيدي زحلة فرنس نشتغل إيد بالإيد لتساعد مدينتنا في عنا أمل أنه منهض جزيان تامر رئيسة ندي وأهلا وسهلا فيك مرة تانية بلبنان أصدقاء المستمعين والمشاهدين لهون تنتهي اليوم حلقة حكاية الانتشار موعدنا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة بحكاية تميز جديدة وإلى الموطن الصغير نعود من بلاد الانتشار حكاية الانتشار اللبناني أعداد وتقديم جوزيفين أبي غصن إخراج جورج الحق